السلام عليكم البنات ماذا خبركم؟ اتمنى ان شاء الله تكونوا على خير و بخير و في احسن الاحوال يا ربي اتمنى ان شاء الله تكونوا ندوسوا عاش وراء مباركة مسعودة مع ولداتكم و حبابكم ان شاء الله اليوم فيديو جديد كيفما وعدتكم دائما ادي نقدم لكم هاد البريوات هادو بالورقة الفيلو اللي كي جيوا رائعين واول مرة غدي نستعمل معاكم الورقة جيل الفيلو في القناة ديالي ان شاء الله تبعوا الطريقة والمقادر و غدي تنجح لكم الوصفة بإذن الله عندي هنا اللي غدي نحتاج ان شاء الله بصيلة وحدة كبيرة عندي باكية الشعرية الصينية منتوسطة عندي واحد شوية الزيتون كي يبقى اختياري و عندي كذلك هنا العطرية ملحة والأبزار الهريسة المطارد عندي الفلفلة حمرة فيومين نيورة وعندي التومة ببودر من السماء وعندي العطرية الكفتة التركية بالنسبة لهذا العطرية هادو هما اللي كان ناخد من عند الاخت اعمال ابيس ديومونت اللي اسبق لي ودرك لكم الفيديو ديالها في القناة اللي بغاها يخلي الكومنتار اول مرة كي يكون داخل عندي القناة يعني يخلي كومنتار وهي ان شاء الله تشوف الكومنتار وتردع لكم غدي نحتاج هنا اي واحد المقلات اللي غدي ندير فيها البصيلة مقطعة اللي شلتها و غدي ندير عليها داك العطرية و شوية ديال الزيت بالنسبة للزيت اختياري اما ديرو زيت زيتون اما ديرو زيت المائدة فانا هنا يكن فضل ان انا ندير زيت زيتون لهذا الشرمالات اللي تكونوا بحال هكا و غدي نخلي داك البصيلة ديالي تشحر مزيان مزيان بعد ما تشحرات البصيلة انا كبيت المسخون كيف ماشته طايب على الشرية و خليتها واحد جوج تقايق صفي و صفيتها باش ما كتتعجن محتاشي حاجة كنقطعها هكا بالمقص و كنجرها في واحد البلاصة اللي هي مهوية باش ما كتجيش فازقة صفي هنا يان نخد الورقة الفيلو بالنسبة الورقة الفيلو خدوها في اي وقت خليوها في تلاجة عندكم ما كتفسد محتاشي حاجة يقدر يجو عندكم شي ضيو فعلها غفلات بغيو تصوبوهو مرا كي توجدو يعني في واحد الوقت واجيز هنا عندي جوج مع القد ديال الزبدة و قدرت عليهم شوية ديال الزيت بالنسبة لها الزبدة والزيت بها غادي نضهن الورقة الفيلو ديالي البصيلة هنا كيف ما كتشوفو هاي تحرات ووجدات غادي ناخد ذاك الرابعة ديال الكفتة اللي ما بغاش يدير الكفتة يدير الجاج يعني اي واحد بغا يدير شي حاجة يديرها انا فضلت انني نضيرهم بالكفتة وهي اللي متواجدة عندي صفينا ينباد ما تحرات ذاك الكفيتة مزيان غادي نضيف اليها الزيتون و غادي نضيف اليها شعرية باش غادي تشروب ذاك العطرية مزيان البنات بالنسبة اللي ما عندهم اش ذاك العطرية انا كنتواجد في مدينة فاسر كنقولها لكم دائما السيدة امل كتتواجد في حي بادر في مدينة فاسر بالنسبة لها ديالعطرية كتتواجد بزاك في مدينة كازا و كتتواجد في المحلات التجارية الكبرى كذلك راها كينا ويمكن لكم تصغنوا عليها كذلك تكتفيو انكم ديرو مليحة والبزار والربيع الهريسة المطاغد يعني راها بزفد الحويش يمكننا نعوضوهم كنبقاو نخدمو العقل ديالنا و كل شي ان شاء الله يكون مزيان صافي هنا يضفت الرباع غادي نخليها المدة ديال واحد من الساعة لما تبرد و غادي نبدأ نوجد في البريوات ديالي هنا يضفت الزبدة والزيت كالدوب وهنا ياخذت الورقة ديال الفيلو من اللي احسن انكم سطح العمل يعني يكون عندكم ناشف و ما يكونش فازق هنا انا راكيب ما كتشوفوا ديما كنخدم على واحد الخشبة عندي سباسيال ديال الخدمة فما عنديش بقت عند الوليدة في الدار غادي نجيبها ان شاء الله باش غادي نخدم عليها و صافي درت هات السينية هذي كنخدم عليها سيها سهلة في الخدمة و غادي ناخد شرائح ديال ديال الورقات ديالو و خد تقطع لكم ما تخافوا منها ما حتي شي حاجة يعني غير تبعوا الطريقة كيفاش انا راكي نصرح الفيديو باش ما نكونش تقلع عليكم و تشوفوا الفيديوهات ديالي البنات اللي كيشاهد اللي كيشاهد القناة ديالي اول مرة ما ينساش يضغط على الزر سابوني و ما ينساش تفعل الجرس و كذلك لايك لايك لانها كندير واحد المجهود باش كنا نوصل لكم يعني هاد اللي غوصات هادو كنكون قاسة مالية مابية كنوض كنوجد و كنصوب لكم صافي انتو ما كتشوفوا البريوه ها هي طويتها قدامكم و كيف ماشيو كدلك في اول الفيديو راكي يجيو زوينين زوينين بزف صافي كنعمرهم و كنبقى كنطويهم عليها تشكل و انا كندهن بدك الزبدة و الزيت صافي هنا يا غادي نكملهم قدرتهم في الفران صراحة الله انا ما كان بغيش نقليه في الزيت و اللي بغي يقليهم في الزيت يقليهم الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله انتمنى انكم تخليوا لي التعليق ديالكم ما تنسوش و اللي بغي تشوف تخليها لي و ما لي اللي نصوبها لا الى اللقاء اشتركوا في القناة